المحاصيل الإيرانية التي تغزو العراق بسبب أسعارها المنخفضة بهتت تؤرق مزارعي رقي في منطقة جزيرة الإسحاقي بمحافظة صلاح الدين الذين تضاعفت خسائرهم في بلد يعانون فيه الكثير بزراعة ورعاية محاصيل مستقبل معدنة كل مستقبل معدنة أنا مشتري بكتر رمضان أنا صايم مشتري رقية بخمسة ألاف خمسة ألاف رقية وحدة ها هاي شيارة يقول لي تنطيها مية شيارة هاي عليها ملايين ومنين رحفك هاني أنا وآني وأخوان الفلح بطيخ تازه ينباع 250 دينار الكيلو وهاي معاناة الفلاح وتراب وخسارة والتاجر مستفاد وإحنا خسرانين فتح الحدود على مصرعيها أمام المنتجات الإيرانية تسبب بخسائر جسيمة لمزارعي الرقي في منطقة جزيرة الإسحاق وغيرها من دون أي تحرك من قبل الحكومة بالرغم من تعهداتها الكثيرة هذا مطلوب الفلاح 40 مليون على هذا الزرع حسا الحد الآن لازم منه الخمس ملايين اللي يشابه بسبب الحدود مفتوحة من إيران ومن تركيا وما جاي يكفي الزرع الزرع ما أنه يغذي العراق من البصر للشمال بالكامل أغذي ينطيق قرانتي ضمان جزيرة الإسحاق يتغذي العراق بالكامل هذولا معاناة الفلاح هذا الفلاح جاي بيع الكيلو 250 إلى 150 دينار يودينا العلوية بليش والله نروح نشتر إيراني أرخص هذه السنة تسببنا بخسارة جمّة وفاضحة وسببها أنه كانت الحدود مفتوحة على مصرعيها وطالبنا السادة المسؤولين بالنظر بعين الأبوة للفلاح والمستثمر لكن دون جدوى وهذا ما تسبب بالضرر أنك مستثمرين ويتعرض مزارع الرقي سنويا مع بداية موسم الحصاد لخسائر كبيرة بسبب الاستيراد من إيران خسائر تضاعف معاناتهم التي أججتها السياسات الحكومية الفاشلة منذ عام 2003 ترجمة نانسي قنقر